السلام عليكم ورحمة الله بإطلاقه على الملعب بينما يرى فريق آخر أن اسم الرياضي الراحل محمد شريف حناشي هو الاسم الملائم للملعب الجديد فيما راج فيديو قديم للمرحوم محمد شريف حناشي في حصة تلفزيونية وهو يقول أن سلطات قررت إطلاق اسم عبد القادر خالف على ملعب تيزي وزو جديد وأي جديد ورسمي سنحطوكم هنا في القناة بخصوص هذا الموضوع اشتركوا في القناة